بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي أهلا وسهلا فيكم من الجديد سنكون مع الدكتورة غدير عبدين استشارية أمراض الدم والأورام في مركز الحسين للسرطان والحديث عن العلاج الحيوي للسرطان بدل الكيموي أهلا وسهلا دكتورة أهلا وسهلا دكتورة شكرا لكم شكرا هيثم ونسرين وشكرا على الاستضافة ودائما أشكركم وأشكر قناة رؤية وبرنامج رؤية على دنيا على دنيا لأن دائما بيجيب كل شي جديد في مجال الطب وبالتالي بيساعد المرضى إن شاء الله هذا واجبنا ودورنا الله يسلمك دكتورة خلينا نحكي عن ما يسمى بالعلاج الموجه أو تاركيتد ثيرابي اللي هو بيروح للخلية نفسها وبيعالجها نشرح عنه أكتر العلاج الموجه صراحة هو من نواع جديدة في علاج السرطان هو عبارة عن أدوية نعطيها للمريض بتستهدف الخلايا السرطانية نفسها بتشتغل بتدخل عن طريق التواصل مع جين معين أو جزيء معين في نواة الخلية في الـ DNA نفسه بيكون غير طبيعي في الخلايا السرطانية وبالتالي بيشتغل عليها بيوقف نموها وهذا بيساعد طبعا على قتل السرطان أو موت السرطان فهذا النوع بس بيأثر على الخلية السرطانية نفسها ما بيأثر على الخلايا الطبيعية مقارنة بالعلاج التقليدي اللي بنعرفه وهو العلاج الكيماوي ففعاليته بتكون بالضبط الكيماوي عبارة عن مواد فيها مواد سمية وفيها مواد منيحة المواد السمية بتأثر على الخلايا الطبيعية مشان هيك المريض من العلاج الكيماوي بنزل شعره ويصير أعراض بالجهاز الهضمي بيصير مراجعة على عيان وغيره من الأعراض بينما مثلا العلاج الموجه ومنه العلاج البيولوجي ما بيأثر إلا على الخلايا السرطانية بقتلها نفسها الأعراض الجانبية بتكون أقل بكثير من العلاج التقليدي الكيماوي نعم دكتورة نحكي كيف صار فيه الاختلاف في طريقة العلاج المكان العلاج الكيماوي ينعطى لكل الأشخاص بنفس الطريقة وهلأ صار ينعطى بشكل individual أو بشكل فرد بالضبط هلأ احنا بنسمي شغلة personalized medicine أو targeted therapy احنا طبعا مشان أشهر الأمور شوي السرطان هو عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا يعني الخلايا بتنقسم بشكل غير طبيعي بدون رابط بدون نظام بسبب وجود تغير جيني أو genetic mutation في driving gene هو abnormal هو غير طبيعي هذا بده دواء معينة اللي هو targeted therapy بيأثر عليه بيعمل switch off لهذا الجين لما ينعمل switch off لهذا الجين بالتالي بتنقت الخلايا السرطانية هلأ فيه يعني فحص جديد صرنا نعمله اسمه البصمة الجينية بصمة جينية بتقول لك ايش الجين الغير طبيعي او ايش driving gene mutation اللي بيكون مش طبيعي بهاي الخلية وخلى الخلية تصير سرطانية وبتتكاثر وبقولنا عن الدواء وبنختار الدواء المناسب اللي بضرب هذا الجين وبأثر عليه وطبيعه ببقته للخلايا السرطانية قدين نسب عندنا دكتور أبو الأردن نسب الإصابة بالسرطان هلأ النسب حسب السجل الوطني للسرطان تقريبا سنويا بنكتشف حوالي 5700 حالة منهم حوالي 3970 حالة عند السيدات حوالي 2700 حالة عند الرجال عند السيدات اكتر اشي طبعا زي ما بنعرف 40% من السرطان هو سرطان الثدي عند الرجال اكتر اشي هو الرئى والقلون بس السبب الرئيسي للوفاء من اي سرطان هو سرطان الرئى والسبب الرئيسي زي ما بنعرف هو التدخين بسبب التدخين دكتورة عفوا بس هل هاي النسب يعني قديش تعتبر طبيعية بالنسبة للعالم هلا احنا بالنسبة للعالم وضعنا منيح ما ارقامنا مش عالية حتى بيوز في الدول المجاورة شوي اعلى منها النسب بس احنا عم بنشوف الاعداد شوي بتزايد بسببين سبب الاول انه في عنا برامج الكشف المبكر عن السرطان وبالتالي صرنا نكتفى السرطان في مراحل مبكرة صرنا نعرف المرضى او نكتشوفهم في مراحل مبكرة وبالتالي بعيشوا اكتر شان هيك بصير التسجيل او السجل الوطني للسرطان بيقدر يحصل هاي الاعداد فهذا السبب بين سبب الكشف المبكر والسبب صراحة طبعا بعود الفضل للزجل الوطني للسرطان اللي بيسجل وبيعمل إحصاء لكل أعداد السرطان زمان كان الناس يموتوا وما ينعرف السبب ويكون هو السبب عادة السرطان الآن الأعمار ازدادت بمتوسط الأعمار فبنعرف أن السرطان بيصيب عادة الناس كبار العمر وبالتالي اكتشافه صار أكتر أما نسبنا عالمية مثل أي نسب موجودة في العالم وفي الدول المجاورة طيب دكتورة أشكال وأنواع العلاج اللي حكينا عنه العلاج الموجه وهل هو بينعطى يعني زي دربات زي الكيماوي هو بينعطى إما على شكل حبوب أو على شكل حقن أو على شكل إبر تحت الجل في عنده في أشكال مختلفة حسب نوع المرض وحسب نوع الجين اللي إحنا منستهدفه هلا بيجي إما على شكل أجسام مضادة بيتحد على البروتين الموجود على سطح الخلية وبقتل هذا البروتين أو عبارة عن جزيئات صغيرة بتخترق داخل غشاء الخلية وبتعمل اكتيفيشن أو بتثبت عمل الجين أو الإشارات هذا واحد من الأنواع اللي هو الأسام المضادة شايفين هو هذا اللونه أصفر وأزرق بيتحد على هذه الخلية السرطانية الحمراء اللي انتوا شايفينها وبتطبت عملها وبالتالي تموت الخلية السرطانية نعم دكتورة لأي مرحلة وصلنا في هذا العلاج يعني هل فعلا بلش هذا العلاج على أشخاص مصابين بالسرطان؟ كيف يصل له وقت وكيف فترة تطوره؟ فترة بنستخدمه هذا العلاج طبعا فيه كله تطور فيه تطور مستمر في الأبحاث مشان الوصول لأحدث الأنواع في هذه العلاجات الموجهة هلأ فيه أنواع بتشتغل زي ما حكيت بتعمل تحبط الأوامر أو السيجنلز المسؤولة عن تكاثر الخلايا هذا طريقة من طريقة عمل هذا النوع من العلاج الموجهة فيه نوع تاني بمنع وصول الأوعية الدموية أو بمنع تكاثر الأوعية الدموية زي ما بنعرف السرطان بيده أكسوجين بيده غذاء مشان ينمو اما إحنا نوقف هذا الأوعية الدموية أو وصول الأوعية الدموية بيصير نوع بنسمي مبارمج gemparmage للخلايا أم يمكن نرحق عنه شوي عن العلاج الموجهة يعني هو شغال دكتورة ممكن تشرحي لنا عنه هذا بيحكي عن العلاج الموجه اللي هو تارجيت تيرابي زي ما حكينا هون خلايا نوع من أنواع الخلايا هذي خلايا الجلد الطبيعية اللي انتوا شايفينها بعدين هاي الخلايا السودة هي خلايا سرطانية في الجلد هي خلايا بنسميها ميلانوما هون داخل الخلية في جزيئات هذا الجزيء بيكون أبنورمل هو بسموه بيراف ناتج عن خلال في جين معين زي ما شايفينه هذا بيراف مسؤول صار لونه زهري نتيجة وجود خلال في الجين المسؤول عنه أو في صنعه فإحنا هدفنا بالعلاج زي ما شفتوا هذا هو زي ما نجيب أو نوجه لهذا النوع للميلانوما جوز هو ما تكمل في عنا تارجيت تيرابي أو موليكيول معين هلأ رح يبين لنا بنحط عليه نفسه على الخلية بنحط هينو بيعمل سويتش أف زي ما شفتوا على جزيء معين من البي راف وبحطه بنزل من عمله وتشوفوا أن الورام بيصغر شوي شوي وبيختفي وهذا هو طريقة عمل العلاج الموجه زي ما شفتوا هلأ الورام بيختفي وفعال فعال طبعا نفس درجة الكيماوي ولا أعلى؟ نعم لما تقرني بالعلاج الكيماوي فعاليته كتير أكثر أكثر من 50% أحسن من العلاج الكيماوي لو فرضنا نسبة الاستجابة في نوع معين للعلاج الكيماوي 30% العلاج الموجه رح يكون أكثر من 80% نعم جميل جدا شكرا جزيلا دكتور روجودك معنا شكرا جزيلا المعلومات منهم أهلا وسهلا شرفتين خليكم معنا فاصل صغير ومكملين فقراتنا في دنيا يا دنيا وصباح الخير